على الرغم من إعلان المحكمة الاتحادية استبدال أربعة نواب بآخرين قالت إنهم أحقوا بمقاعد البرلمان الحالي إلا أن مسؤولين في مجلس النواب أكدوا أن عدد من سيتم استبعادهم فعلا سيكون ما بين عشرة إلى خمسة عشر عضوا على أن يتم ذلك بعد انتهاء عطلة العيد وبات مصطلح النواب الفضائيين بارزا في العراق إذ يطلقه الشارع على المشكلة الجديدة التي بارزت أخيرا في البرلمان وتتلخص في الكشف عن وجود خطأ في طريقة احتساب أصوات الانتخابات الأخيرة والتي أتت على حقوق عدد من نواب الأقليات والنساء بشكل خاص ومنحها لنواب آخرين مسؤول في اللجنة القانونية بالبرلمان أكد أن اللجنة القضائية التي أشرفت على الانتخابات بعد فضيحة التزوير وإبعاد مجلس مفوضية الانتخابات تسببت بهذا الخطأ لأن القضاة الذين استلموا ملف الانتخابات بعد الطعون بعملية الاقتراع لم يكونوا مؤهلين لهذا العمل مصادر مقربة من اللجنة القضائية المشكلة للتحقيق في الموضوع أكدت أن من بين النواب المهددين بالإخراج من البرلمان القيادي في تحالف المحور محمد الكربولي والنائب الكردية ألا طالباني والنائب عن تحالف الفتح محمد الدراجي وعضو تحالف سائرون حمد الله الركابي فيما يؤكد النائب علي البديري أن هناك ضغوطا سياسية تمارس على المحكمة الاتحادية بسبب وجود زعماء أحساب ورؤساء كتل فازوا بمقاعد بمجلس النواب بالطريقة الخاطئة نفسها ولفت البديري إلى أن هناك شكوكا قوية تفيد بأن الأخطاء الفنية جاءت مقصودة من قبل شخصيات أرادت نيلة مقعد في البرلمان وتمكنت من ذلك مستغلة علاقاتها الداخلية والخارجية وعليه فإن النائب الضعيف سيتم استبداله أما النواب الأقوية من أصحاب العلاقات مع الأحزاب والدول فسيتم الضغط من أجل منع استبدالهم الانتخابات الخامسة في العراق منذ الغزو الأمريكي عدت الأكثر جدلا إذ رافقتها شكاوا بعمليات تزوير وتلاعب من الأصوات وضغوط تعرض لها الناخبون قبل أن ينتهي الأمر بحريق ضخم في مركز العد والفرز أتى على عشرات الآلاف من أصوات الناخبين وأقرت الحكومة آنذاك بأنه فعل متعمد في استمرار صريح لسياسة الفساد والتزوير التي بنيت عليها العملية السياسية وأنتجت واقعا يزداد فشلا يوما بعد يوم